من المرات القليلة اللي حتكلم فيها عن فيلم مأخوض عن احد منتجات الثقافة الشعبية من غير ما حد يستجري يقول لي اني لازم اختبر المنتج الاصلي اولا لاني لمؤاخذة يعني عامل دكتوراه في صونيك ده بحكم انه كانت شخصية المفضلة لولاجي اللي اتنين وهما صغيرين وكانوا بيحكموا علي اقعد العب الالعاب بتاعته عشان البهوات يتفرجوا علي انا مقفل صونيك انليشت مرتين عالبلاي ستيشن توي اجدعان ده لو كان طاغية كان رحمني احداث فيلم صونيك ده هاتش هوت بتدور عن شخصية صونيك اللي عايش مستخبي في بلد صغيرة في امريكا اسمها جرين هيلز صونيك في يوم من الايام بيقدم على احد التصرفات اللي بتتسبب في ظاهرة خارقة والظاهرة دي بتلفت انظار الحكومة الامريكية اللي بتبعت دكتور روبوتنك عشان يحقق فيها ودكتور روبوتنك بدوره بيكتشف وجود شخصية صونيك صاحب القدرات الخارقة صونيك بيحاول يهرب وبيلجأ لمأمور البلد دي اللي اسمه طوم واثناء المطاردة بيفقد كيس الحلقات الذهبية بتاعته وبينطلق في مغامرة بصحب طوم عشان يهربوا من روبوتنك وعشان يلاقوا الحلقات الذهبية اللي بتشكل السبيل الوحيد لي عشان يرجع مرة اخرى لبر الامان فيا ترى ايه اللي حيحصل فيلم صونيك ذا هاتش هوج مبني على شخصية صونيك اللي ليها تاريخ طويل جدا في الالعاب والكارتونز ومنتجات الثقافة الشعبية المختلفة زي ما تكلمنا من شوية واللي تبان على اكتافها عالم واسع جدا وكبير جدا حنجيله كمان شوية صغيرة الفيلم بحكم انه هو فيلم مأخوذ عن فيديو جيمز نقدر نقول انه بيحقق نجاح مقبول جدا على المستوى التجاري والجماهيري والنقدي مش هقدر اقول انه هو نجاح عملاق يعني ولكنه نجاح معقول مع الوضع في الاعتبار التاريخ الحديث للافلام المأخوذة عن الفيديو جيمز وموعد عرض الفيلم اللي ما يعتبرش مميز قوي الفيلم انا شخصيا لما دخلت اتفرج عليه كان عندي بعض الحاجات اللي انا عارفها عن عالم صونيك كنت بدور عليها وفي نفس الوقت كان وحشني جدا 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 جيم كاري ولكن توقعتي ما كانتش في السماء بسبب نفس الاسباب اللي بقول عشانها ان النجاح دوت يعتبر نجاح معقول جدا ولكن الحقيقة انا انبسطت جدا في الفيلم والاسباب مختلفة تتعدى الاسباب اللي انا شخصيا كنت بدور عليها وهحاول في البداية اتكلم شوية عن الاسباب دي واللي اقدر اقول انها كانت العوامل الاساسية في نجاح وتميز الفيلم والعامل الاساسي في رأيي انا هو عدم تقديم اكتر من اللازم انا زي ما بقول كده في البداية ليه تاريخ مع شخصية صونيك من خلال الالعاب ومن خلال الكارتونز ومن خلال حب اولادي للشخصية وللعالم بتاعها فبناء عليه اعرف عنها كتير واعرف قد ايه العالم بتاعها ده غني وشفت قبل كده افلام مأخوذة عن منتجات بقافة شعبية او فيديو جيمز ممكن تكون قطمت قطمة اكبر بكتير من اللي كان مطلوب انها تقطمها في البداية بتقديم عدد كبير من الشخصيات وخطوط مختلفة من الاحداث صونيك ما عملش كده صونيك اعتمد على بعض القدرات بتاعت الشخصية الرئيسية بعض المعلومات عن العالم اللي هو جاي منه ومش اكتر من كده على الاطلاق حاول يعتمد بالكامل على انه يقدم قصة او يقدم مغامرة دمها خفيف قصته ما فيهاش كتير اصلي او ما فيهاش كتير جديد المغامرة من اول لما تبتدي ممكن سهل جدا اي حد بيتفرج يعرف هتخلص على ايه لانه برضو فيلم اكيد مش معقد يعني ده فيلم في النهاية بيستهدف الاطفال او نقدر نقول منتج عائلي في المقام الاول ولكن المهم اللي موجود جوه المغامرة دي اللي موجود جوه المغامرة دي كوميديا ناجحة جدا 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 لان فيها احترام لعقول المشاهد وبالتحديد لعقول الاطفال اللي بيتفرجوا الكوميديا بتاعت الفيلم مش كوميديا هيفة مش كوميديا عبيطة مش كوميديا مدارس كوميديا متطورة شويتين متقدمة شويتين كوميديا من اللي المشاهد ما بيتحكش بمجرد لما بتحصل ممكن ياخد ثانية أو ثانيتين علشان يكمبيوتر اللي حصل قدامه بعدين يبتدي يضحك والموضوع ده بيحصل على مستوى الأطفال أو بمعنى أصحة حصل على مستوى الأطفال وعلى مستوى الكبار في نفس الوقت وده شيء أنا رصدته وأنا بتفرج على الفيلم في السينما الكوميديا مش العنصر الرئيسي اللي موجود في الفيلم زي ما بنقول عنده عنصر مغامرة عنصر مغامرة ممكن يكون في بعض الفصول الغير مكررة أو الغير مستهلكة أكتر من اللازم وفيها استهلاك مباشر للقدرات اللي قلما نشوفها في فيلم زي ده ولما بقول قدرات بقصد قدرات حاجات كتير جدا منها قدرات الشخصية الرئيسية بحكم أن ده أول فيلم كبير نشوفه من بطولة شخصية صونيك فبناء عليه هو بيقدم حاجات ممكن نكون ما شفناهاش قبل كده نفس الموضوع بالنسبة لشخصية جيم كاري أو أداء جيم كاري أو فلسفة جيم كاري أو طبيعة الكوميديا بتاعت جيم كاري اللي كانت وحشانة جدا واللي ممكن تكون قبل ما هو شخصيا يبطل يستخدمها في الأعمال المختلفة أو يبعد بالكامل عنها سواء في البرسونة اللي هو بيعكسها في اللقاءات أو في الأعمال اللي هو بيختار يشتغل فيها وقبلها بشوية كمان لما كانت الأدوات دي بقت بهتة شوية أو بقت غير نكحة شوية زي ما بيكون بيدور على الدور المناسب بيدور على الفرصة المناسبة عشان يرجع يستعدها تاني وأنا في رأيي شخصية دكتور روبوتنك لجيم كاري كانت طوق نجاح حقيقي لأن فعلا هو عملية طلاقي وعملية تماثل وعملية تباين محدش كان يحلم بها ومحدش كان ممكن يفكر فيها كمان يعني أنا ما اعتقدش أن احنا وحنا بنتفرج على شخصية روبوتنك في الجيمز أو الكارتونز وبنشوف جيم كاري بيعمل اللي بيعمله كان ممكن نتصور أن الشخصيتين دول ممكن يركبوا مع بعض ولكن الاختيار ده للدور ده نتج عنه حاجات كويسة جدا حاجات كانت وحشانة جدا وحاجات نجحة جدا أحب أطمن كل الناس اللي بتحب جيم كاري زي كده الماتش ده في الجون الماتش ده ما كانش ممكن يطلع منه أحسن من كده فقرات المغامرة بتاعت الفيلم كمان فيها بعض الأفكار الغير معتمدة على جاذبية الشخصية اللي هي صونيك أو جاذبية الفيلان بتاعنا أو البطل اللي يخصنا اللي هو جيم كاري فيه أفكار أصلية اتقدمت على مستوى الإخراج أكبر مثال موجود بالنسبة لي وده مش حرق يعني أحد المطاردات اللي كان فيه أحد المركبات اللي بتطارد الثنائي بتاعنا والمركبة دي كل ما يتم تدميرها ينتج عنها مركبة تانية أصغر شوية وتطارد الناس فكرة جميلة جدا ومش معتمدة إطلاقا على نجاح جيم كاري في الدور أو شخصية صونيك نفسها في اللي بيحصل فبناء عليه الفيلم ما فيهوش لحظات تخليك يوحشك لحظات أخرى ما تبقاش مثلا وحشك جيم كاري لأنك مش عايز تعود مع صونيك أكتر من اللازم أو وحشك صونيك علشان مش عايز جيم كاري ضيع وقته أكتر من اللازم أو وحشك الاتنين وانت بتتفرج على عناصر ممكن تكون عادية في المغامرة اللي بتحصل حقيقي أنا مش قادر أفكر في لحظة من لحظات الفيلم ممكن تكون بيخة أو ممكن تكون مملة خصوصا وإن حتى الشخصيات المسندة لأن الشخصية اللي بيقدمها جيمز مارسدن على سبيل المثال ما هي شخصية مسندة هي شخصية بطل وكان موافق فيها جدا وكان ناجح على مستوى الكوميديا خصوصا وإن الشخصية بقاته ما بتحولش اتدحكك هي بتعمل دورها العادي دور ظابط شرطة في بلد صغيرة بيطمح لحاجات أكبر من كده الكوميديا بتطلع منه غزبا عنه بتطلع من المفارقات اللي بتقابله هو ما بيهيفش من نفسه ما بيسخفش من نفسه لو رحنا لأبعد من جيمز مارسدن كمان شخصية مراته شخصية أخت مراته شخصية الشخصيات المختلفة اللي في البلد الصغيرة حقيقي فعلا كلهم دمهم خفيف وكلهم نكحين مش عايز وانا بتكلم عن الفيلم قديم لانطباع ان الهدف الاساسي منه كان ان هو يدحك الناس وخلاص الفيلم زي اي فيلم عائلي بينجح كذلك في التقديم عنصرين مهمين جدا عنصر اتكلمنا عنه اللي هو عنصر المغامرة والعنصر التاني اللي هو عنصر الرسالة الفيلم بينتصر لفكرة المجتمع لفكرة ان ما فيش حد في الدنيا المفروض اتخلق عشان يعيش لوحده او ان الوحدة دي شيء قاسي جدا وان اي بني قدم في الدنيا لازم يطمح لان هو ينتمي المجتمع اكبر منه كل دي اوطار اتلعب عليها باتقان وتلعب عليها بنجاح وممكن تكون تنسي المشاهد شوية قد ايه فعلا فصول الاحداث اللي احنا بنمر بيها نفسها قد تكون مكررة ضروري كمان اشيد جدا بقرار القائمين على الفيلم باعادة شخصية سونيك للتصميم من اول وجديد بعد الاستقبال السلبي اللي حصل للتريلر الاولى ممكن ده كمان يكون من الحاجات اللي اثرت على عوائد الفيلم اللي كان المفروض يتعرض في نوفمبر 2019 وطبعا لما يتزق من نوفمبر 2019 لفبراير 2020 فده بيخاطر شوية بالارادات ولكن كمان مرة فيه احترام بقى نادر اليومين دول من صناع فيلم للقاعدة الرئيسية بتاعة المنتج اللي هما بيقدموه واعتقد ان ده برضو كان في منتهى الذكاء وممكن يكون من العوامل اللي خلت محب الفيلم يحتضنوه قد يكون اكتر من اللازم زي ما بنقول ان ستوديو يخاطر بالعوائد بتاعته عشان يحترم القاعدة بتاعته ده شيء بقى نادر انه هو يحصل واعتقد انه هما هيحصدوا النتائج دا فيما يتلي هذا الفيلم من افلام اخرى في السلسلة اللي اعتقد انها واعدة جدا استنوا مشهد ما بعد تتري النهاية للناس اللي بتحب سونيك في مفاجآت جميلة جدا استنوا تتري ما بعد النهاية للناس اللي بتحب جيم كاري انا شخصيا مش قادر استنى اني اشوف ايه اللي هيحصل بعد كده تقييمي الفيلم سونيك دا هيتش هوج هو التمانية من عشرة وده ممكن يكون اعلى من المتوسط المتوقع وده السبب مهم لانه كمان مرة انا المرادي ولأول مرة واخد الجانب الاخر انا المرادي من جوه العالم مقدرش اعرف لو حد من برا العالم يستقبل الفيلم ده ازاي ولكن احب اؤكد انه مش هيبقى صعب لانه زي ما بنقول احنا بنستعير منه اقل القليل المهم في الفيلم ده هو عناصر الفيلم مش عناصر العالم ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو بوديو وبي باي